السلام عليكم في حصة اليوم سنرى مفهوم معلم روبر معلم متعامد ممنظم روبر أورتونومي روبر أورتوجون وكذلك سنرى كيفية تحديد موقع النقطة في نعلم نبدأ بمفهوم المعلام مفهوم المعلام مفهوم مستقيم المدرج مستقيم المدرج مستقيم المدرج مستقيم المركز ووحدة الطول نسمي المدرج في أغلب مصنع ومن المدرج يسمي المدرج ونقوم بمفهوم المدرج يسمي المدرج ويسمي المدرج وحادث الطول يجب أن يتم تدريج المستقيم وفق هذه المدرج التي سأخذنا في الأعداد الموجب 0 1 وفي هذا الجزء الساليب هذا مستقيم مدرج المعلم هو عبارة عن مستقيمين مدرجين متقاتعين يعني دوت غوات غادوية سيكونت كنناخد واحد مستقيم اخر هذا الشكل هذا يكون ما يسمى بمعلم عبارة عن مستقيمين متقاتعين هذا المستقيم الأول وهذا المستقيم الثاني معلم متعامد روبر أورتغونو يكون المستقيمين متعامدين يعني يكون واحد مستقيم قائمة هذا يسمى روبر أورتغونو والثالثة يكون أورتو نورمي يكون معلم مكونا من المستقيمين متعامدين وكي يكون لدينا هذه التدريجات متساوية يعني هاد او اي كي تساوي لنا او جي الجي في الأغلب هي هادي هاد نقطة هادي يعني كي يكون لدينا نفس لالونجوغ ديونيدي بشكل عام ناخد واحد المعلم إذا المستقيم الأفقي كيتم محور الأفاصيل والمستقيم العمودي كيتم محور الأراتيب إذا هذا محور الأفاصيل والمستقيم العمودي كيتم محور الأراتيب الآن كيف يتحديد موقع نقطة في معلم إذا اخذنا واحد النقطة مثلا هنا كيفاش نحدو الموقع ديالها في هذا المعلم هذا إذا اللي تحديد هاد الموقع نقطة في معلم مشلوسا دياله كرسمه المستقيم العمودي أو المستقيم الموازي لمحور الأراتيب والمار من ذاك النقطة وكذلك المستقيم الموازي لمحور الأفاصيل والمار من النقطة إذا هاد تقاطح هاده إذا هاد العدد هاده يمثل أفصول النقطة نسمي هاد النقطة عام إذا هاد العدد هاده يسمى أفصول النقطة عام لابسس ديبوان عام وهاد العدد يمثل أرتوب النقطة عام إذا هاد النقطة عام معرفة نكتبع لها الشكل هاده هنا العدد الأول هو الأفصول اللي هو هذا اللي كان للمحور الأفاصيل والعدد الثاني هو العدد اللي كان للمحور الأراتيب إذا هاده يسمى الأفصول الأبسس وهذا يسمى الأورتوب وهو ما بجوش يسمى إحداثيتي النقطة عام ما بجوش يسمى الأشياء ونقوم بجوش يسمى الأفصول النقطة عام وهو ما بجوش يسمى أفصول الأفصول وهو ما بجوش يسمى وحاول أفصول أو ما بجوش يسمى الأورتوب اللي بعد إن Sul نحضر هذه النقطة نحضر هذه النقطة نبدأ بالنقطة نحضر نقطة نحضر هذه النقطة نقوم بإثقافة نقوم بإثقافة نقوم بإثقافة نقوم المؤدي وكذلك يجب علينا العدد اثنان ولكيمة تسل والرثوب بالنقطة اوه لان دبا النقطة اش اذا لاحظوا بان النقطة اش توجد على محور الافاصيل اذا الافصول هنا هو ناقص واحد فاصيلة خمسة المستقيم المهار من اش والموازي والموازي لمحور الافاصيل سيكون محور الافاصيل وهذا سيكون الارثوب هو السفر اذا جميع النقط المحور الافاصيل يكون الارثوب منعادة نقوم بان نقطة هذه اذا نقوم بان احداثيتها اثنان سافر نقوم بان نقطة هذه احداثيتها ثلاثة سافر سيكون ناقص ثلاثة سافر نقوم بان نقطة اف نبدأ بالعدد المستقيم المعار الموازي لمحوال الارتيب والذي يقطع النقطة F نبدأ أفصول 2 والأرتوب 3 ناقص 3 نبدأ بالأفصول عاد الأرتوب الآن يتضم نقطة F أفصول محور الارتيب لاحظتي أننا تجد المستقيم المعار المينة ومحور الارتيب بالتالي نقطة F الأفصول لها 0 والأرتوب 1 نأخذ نقطة هنا الأفصول 0 والأرتوب ناقص جوج إذا جميع النقط التي تنتمي لمحور الأرتيب يكون الأفصول من عدم والأرتوب متغير هذه النقط التي تنتمي لمحور الأرتيب يعني OY محور الأرتيب نسميه OY النقط التي تنتمي لمحور الأفاصيل يكون العكس يكون الأرتوب من عدم ولكن الأفصول متغير إذا كنتمي OY يعني المحور الأفاصيل لاكس دي زابسرس إذا نريد أن نزيله حتى مرين لكي نحاول أن نطبقه هذه الأشياء إذا كنتمي المحور الأفاصيل إذا لدينا مجموعة الأفاصيل لإحداثية نقطة س نأكد من نقطة س إذا نزيله إذا كنتمي من عدم لكي نتتمي للمحور الأرتيب إذا كنتمي المحور الأرتيب نقطة د اذا النقطة دي سنتمي لمحور الافاصيل اذا الارتوب منعاد اذا الافصول هو اربع النقطة اف اذا اف افي هادي اذا نديره الموازي لمحور الارتب باش نحده الافصول والموازي لمحور الافاصيل باش نحده الارتوب اذا ناقص 3 ناقص 5 ناقص 5 ناقص 5 اج اذا اج اذا كذلك نديره الموازي للافاصيل والارتب باش نحده الافصول دي هو ناقص 2 ونحده الارتوب اللي هو واحد نقطع الموالية ج اذا ج ج هي هادي اذا نديره الموازي للافاصيل والارتيب اذا هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي اذا نبدو دائما بالافاصيل الافصول اللي هي صرف الاخمسة والارتيب الارتوب اللي هو ناقص 5 اذا النقطة كا اذا النقطة كا هي هاد النقطة هادي اذا نديره الموازي للافاصيل والارتيب اذا واحد كافصول وثلاثة كا سؤال ثاني سؤال ثاني أفاصيل ثلاثة ارتيب اذا صفر ثلاثة فتوبون او هي هادي نقطة ثانية بي اذا ناقص صرف فاصيلة خمسة واحد فاصيلة خمسة اذا ناقص صرف فاصيلة خمسة كنحتو على الافاصيل ناقص صرف فاصيلة خمسة ناقص صرف وثلاثة خمسة ناقص صرف فاصيلة خمسة 1.5 اذا هذا اذا نديره نستطيع الموازيل الارتيب وموازيل او هادي نقطة تقاطع هي نقطة تقاطع هي هادي نقطة تقاطع النقطة بي نقطة الموالية نقطة كو ناقص صرف ناقص صرف إذن ناقص 1 هو الأفصول والصفل هو الأرتوبة بتصيلها تكون هي هذه النقطة P أو لنقطة Q لأن دبن نقطة S إذن نقطة S ناقص 3 ناقص 3.5 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 5 ناقص 5 ناقص 4.5 إذن ناقص 3.5 إذا نرسم الموازي لموازي افصول المر من هذا الأرتوب والموازي لموازي الموازي لموازي الاراتب المر من هذا الأرتوب ونقطة تقاطع هي النقطة إذن نقص 1.5 نقص 1.5 نقص 1.5 نقص بعد 1.5% ما نقص معي نقص أخر نقطة نقطة Y إذن 1.5 و 4.5 إذن 1.5 و 4.5 على الأراتيب إذن 4.5 هو هذا إذن إلى طولة الموازي للأفاصيل والموازي للأراتيب والموازي للأحداثيات فتخطف هذه النقطة إذن هذه النقطة هي التي تمثلي نقطة Y سؤال 3 سؤال 3 ناقص 3.5 إذن ناقص 9.5 إذن هنا نقطة Z إذن هنا نتبع قلبه إذن لابسة والأول دائما ناقص 9.5 ضغطه اللي هو الأرتوب ناقص 3.5 إذن ناقص 9.5 ناقص 9.5 ناقص 3.5 إذن ناقص 3.5 إذن ناقص 3.5 نحن يتقطع في هذه النقطة التي هي النقطة Z اشتركوا في القناة